أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي أهمية تكاتف الجهود الدولية لتحقيق الوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة وإنفاذ المساعدات الإغاثية لكافة مناطق القطاع وحماية سكانه من خطر مجاعة محذرا من خطورة استمرار التصعيد العسكري وتوسعه بما يهدد أمنة وسلامة المنطقة برمتها جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه الرئيس السيسي من نظيره الصربي أليكزاندر فوتشيتش وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الاتصال تضمن تأكيد متانة العلاقات التاريخية الممتدة بين مصر وصربيا والإعراب عن الارتياح للتقدم الكبير الذي أحرزته العلاقات بين البلدين في أعقاب زيارة الرئيس السيسي إلى صربيا وذلك في يوليو من عام 2022 حيث شدد الرئيسان على أهمية تعزيز آليات التعاون الثنائي في كافة المجالات كما تم بحث التعاون القائم بين الجانبين في المحافل والمنظمات الدولية وسبو المواصلة التنصيق والتشاور في القضايا ذات الاهتمام المشترك كما تضمن الاتصال التباحث بشأن عدد من التطورات الإقليمية والدولية لسيما الأوضاع في الشرق الأوسط حيث شدد الرئيسان على ضرورة بدل كافة المساعي نحو تهدئة التوتر الإقليمي وتحقيق الاستقرار في المنطقة كما تشاور الرئيسان حول تطورات الأزمة الروسية الأوكرانية وتداعياتها العالمية وتوافق على مواصلة التشاور والتنصيق المشترك اشتركوا في القناة